أفضل طريقة ومنهجية للتعلم الفرنسية والإنجليزية في آن واحد وفي آن واحد هي اللي ستكتشف معي في هذا الفيديو اللي كنصحك ما تزقل فيه حتى ثانية لأن المعلومات مترابطين مع بعضياتهم هذا الفيديو سنتقسم معك خطوة سبقية بخطوة كيفاشو اللي ستحضر الانجلي والفرنسي بتعلاقة قبل ما بدعم النساش نوستيك توجد ورقة وستيلو تخيل راسك بحل بغي تدير شي ريجيم غذائي اللي إذا كل هدف ديك منه وتولي عندك فورما وعراف ففي هذا الفيديو سنتقسم معك ريجيم عقلي تغذي به دماغك شو اللي تحس بيه كيغلي بلونجلي والفرنسي على بركة الله ايه الله نبدأ الاستراتيجية اللي كنصح بها اي واحد بغي يطير في الإنجليزية والفرنسية في آن واحد هي استراتيجية الورت كيفاش الالل تعني لسن الالل تعني لسن الالل تعني ريت تي تعني تولك نبدأ بالخطوة الأولى واللي هي خصص نهار تسقي فيه ودنيك بالإنجليزية ونهار تسقي فيه ودنيك بالفرنسية واش نكونوا عمالين يتطبيقين بلا 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 ناظرية غدي بتبع معي الخطوات التالية باش تخدم مع عضلات ودنيك مزيان غدي تقلب على فيديو خمسة دقائق تحفيزي بالإنجليزية تخصوا مثلا اليوم الاثنين غدي تتلش ترجعه في تليفون دي الكفل البداية غدي تشوفوا بالترجمة باش بيسير تفهموا على شك يدور وبعد تبقى تسمع لنفس الفيديو مراراً وتكراراً وسترمع على مراراً وتكراراً ما تكون شاد صفكات لنوبتك ومليس خروق سحب الضار الحانوت أو في طريق العمل أو لعفاك أو الليسي وهنا أركز معي على أنك تسمع لنفس الفيديو مئات مرة أفضل بكثير من أنك تسمع لنفس الفيديو في مواضيع مختلفة إذا درتيك قد تشتش وتصدق ما شاد حتك المالي لأنك إنتك مو بتادي خصك تولف لودنيك الإنجليزية والفرنسية والطريقة الوحيدة باش تخلي لودنيك تأقلم مع اللغة الجديدة هي تسمع لها بزاف ديال المرات ويكون سماع متكرر فيديو خمس دقائق سمعتني هو كيتعود في وودنيك لمدة جوش ساعات يعني أنك عاودتها 24 مرة كلما زاد عادة تكرار السماع كلما خليت وودنيك يولفوا اللغة الجديدة وبالتالي فتحتي عقلك للتعلم والإتقان ديالها ودباً بعد ما دو استمعي اليوم الأول ديالك اللي والإثنين قد تمزك لنفس الأوديو أو الفيديو الإنجليزي أو الفرنسي والثلاثة قد تخصصوا الخطوة الثانية واللي هي ثانياً كتب السكريبت ديال الفيديو في نفس الوقت هنتك كتسمع لها هنا قد تشد الأوديو وتشد ستيلو وتبدأ تسمع الجملة الأولى قد تربط وتكتب شنو سماعت وتنيك ما شي بالضروري يكون صحيح ما تحوش كون perfect المهم هو تقول اللي تتلقي ديالك أنها تعرف تكتب ذك الشي اللي سمعت وتنيك أهنا سيديسة لكتابة خاصة تتأكد واش صحيحها ياك، ستتقلب على السكريبت ديال الفيديو وتعود تكتبوه باش تصحيح الأخطاء ديالك في الكتابة ودباً هو الأوديو الذي سمعته لي بزاف ديال المرات مكتوب بنيد ديالك في نظر ما تدير به؟ أنا ستتجمعي السطاج المغالي وهو الكلمات المفتاحية أنا ضروري وستكتبعد لشي حاجة اسميها الترجمة لا تحاولش فهم الكلمة بأنك تترجمها للعربية وإلا ستبقى جلسة للعربية ولكن حاول تفهمها بأنك تترجمها للغة أبسط مثلاً كتيك تسمع الفيديو ديالك كلمة self-discipline ما نشتقلب عليها في الترجمة وطلقها إنضيبات لا، ما نشتقلب عليها في google translation ولكن ستقلب عليها في google definition وطلقى التعريف ديالك التالي self-discipline is the ability to control yourself and to make yourself work hard or behave in a particular way without needing anyone else to tell you what to do بها الطريقة تقول لي كل كلمة مفهمتي هاش تجيب ليك مع بزاف ديال الكلمات الشيء اللي كي يغنيك بكلمات أجنبية جديدة ومع الوقت كتلق عرضك حليتي المشكلة للفوكابيلير ومن بعد ما فهمتي شنو كتبتي وقلبتي على كلمات مفتاحية يعني ماشي بالضرورة تحاول تفهم كل كلمة ولكن المهم هو تفهم الكلمات اللي كي يخليك تفهم الرئيسة على ديال الفيديو وشنو بغير يوصل لك وبتالي المضمون وهنا عندك الطحف الفخ اللي تحتفيه شحالاتي هو أنني كنضي الفهم وشيح تكيد لي ينار كامل ونقلب على معاني الكلمات فقط فهم الكلمات اللي كي قيسوك الداخل ولي دا فهمتي وما تفهم نص كامل وتقني أنهم على الوقت ستقاتوا لي تفهمهم حتى هما غير من خلال السياق وهنا غلت تجمع الخطوة الرابعة واللي هي الرابعة هذا الشيء اللي كتبتي بالصوت مرتفع واسترمعها بالصوت مرتفع ويكونك يعبر عن المشاعر بهذه الطريقة تدرب إنسانك لأنه يتطلق في اللغة واللفة وكذلك تدرب رأسك لفن الإلقاء والخطاب والتواصل اللي يعطيك ميزة كبيرة من اللي كتبتي تدوشي مقابلة للعمل أو من اللي كتبتي تبريزونتها رأسك للأجانب هنا ضروري خاصك توقف أمام المرآت وتخيل رأسك بشيء شخصية كبيرة كتبتي خطاب في حافل أو في تيت توكس مثلا أيضا كالنصحك أنك تطلق الكاميرا وتصور فيديو وانتك تقرأ تديك الورقات بصوت مرتفع ممزوج بالأحاسيس باش تفسخ الكلمات الجداد في الذاكرة بعيدة المعدة وتزيد تخلي قلبك هي بغي الإنجليزية والفرنسية وهكا مثال باش فهم مزيان سيف ديسيبلين is the ability to control yourself and to make yourself walk harder or behave in a particular way without needing anyone else to tell you what to do وانتك تقرأ بالمشاعر تستمتع بعملية تعلم اللغة الإنجليزية أو بعدما سمعتي وكتبتي كلمة جداد أو تقريتي بصوت مرتفع ستدود معي الستاج للأخر واللي هو أهم حاجة في هذا الشي كامل واللي هو ladies and gentlemen خامسا المحادثة مع الأجانب وستطرمع على كلمة أجانب وعلاش الأجانب بالضبط لأنك تحاول تمارث اللغة مع صاحبك وصاحبتك كتوحلوك تطقق قلبنا على دريجة ولكن تحبت رأسك في موقف حارج مع سائح إنجليزي لا يتقي العربية أو الدريجة أو الفرنسي ونحن لا تتوقع من يتهرب وكتوحلوك تطبق اللغة بالصيف عليك وهنا سأعطيك استراتيجية تستطيع تعلم بها الإنجليزية أو الفرنسية عن طريق الممارسة ديها مع الأجانب واللي هي وبفضل أننا الساكنين في نفس القرية التي تسمى بالإنرناء لا تحتاج أن تستطيع أن يحتمل المريكان لأنجليا ولكن تستطيع أن تأخذ أمريكانية للتليفون والتناقش معهم مواضيع من مختلفة تعرفهم على بلادك وتعرفهم على بلادهم وثقفتهم وتعرفهم على ثقافتك هنا تقول لي فين غلق مهم نهضر الجواب فيسبوك وإنستوغرام بدأوا الهدرات منهم بعدوزوا الواتساب وديروا أبل أوديو أراب الرعلي هنا تقول لي كيفاش وانا مازال مبتدي الجواب ما تسمى شكو نوعرف الفرنسية باش نهضر بيها مع القر ولكن نهضر مع القر واتول لي وعرف بيها وانا تقول لي عوتاني كيفاش هنا غنجوبك بأن أعظم سر من أسرار إتقان اللغة اللي هو بكل بساطة لا تسأل كيفا ولكن اسأل لماذا عندما تعرفون لماذا يا هذا ستجدوا نفسك عرفت كيفا اللي بغيت نوصل هو أنه من اللي يكون عندك دوافع قوية باش تعلم شي حاجة جديدة كتلقى راسك كتلقى الطريقة بوحدك وفي حالة ما كيكونوش عندك دوافع كتلقى أعظار تكتب بيهم على راسك اللغة إذا بغيت تتعلمها أول خطوة بغيت تطيرها مراحل لفيديو مباشرة يتشلت ورقة وسيوسك 7 فسطا لاش أنا بغيت نتعلم اللغة أولا تبدأ تسرط لي في الأجوبة مثلا باش نفات على تقافات وفكار جديدة باش نخلق فورة جديدة باش نتعلم حوالي جداد نتعرف أن الناس مختلفين قدمنا راسي الأجاني بلنثب الثراثي السوق الشغل بغيت تشارجي الورقة مزيان بالتوافع ومن بعد تتعرف تشارجي الطريقة الخاصة بك وهنا ما زال الحاس بيك بيتوني أنا أتبقى تشارجي الورقة كيف سوف نتعرف معهم؟ أنا مازال ممتدئة الجواب نتعرف مع شخص أجنبي أول مرة وتبدأ تفتف وما تلقى ما تقول ستتعلم المرة جيدة أنك توجد المحادثة مثلا نعود أنني نتعرف مع شي مريكاني على المدينة ديالي سنسجل أهم المواصفات نتعرف أماكن السياحية ننظم ذلك شي كامل في الورقة ونحاول نفهمهم زيان وتدرب على الإلقاء والقراءة ومن اللي ندير معها أطفال ونضع عيني الورقة ومع الوقت القراصي قادر نهدر معها في الورقة وصول راسك بو راس صغير كيف أشعلمت فيه الأمازيغية والدريجة والعربية كيف أشوالي تتعرف فيه مدربة بلما تفكروا ستكتشف بوحدة سرر لها التعلم اللغة حتى راسك في مواقف الحارجة اللي ما تلقاش فيه تهربوا وتهدرب لغة أخرى وإذا دورت راسك بثلاثة ديناتك يضرب الفرنسيبين أتونكم تأكد أنك تكون أول رابع أي تحاول تحول لغة استخدام الهاتف الحاسوب وكل ما تستهلكه في الإنرنت للإنجليزية والفرنسية ودابعا نجاوبوا على السؤال كيف أشوالي بين الإنجليزية والفرنسية نجاوبوا أنك يتخصص يومين الإنجليزية ويومين الفرنسية لش يومين وماشي نهار واحد لأنك منك تخصص اليوم الأول الاستماع خاصة مباشرة في النار لمنورها تخصص الكتابة لغة أخرى لكي لا تخربك عدوز الخطوة الموالية مثلا الثانيين سنسمع فيديو تحفيزي معاوذ بالإنجليزية الثانيين سنكتب نص ولكلمات المفتاحية الثانيين سنقوم بإنجليزية سنسمع الفيديو تحفيزي والخميس سنكتب النص ولكلمات المفتاحية قراءة وتكرر الفيديو كتبته النهار 2 بالإنجليزية والسبت سنننزل مع محادثة مع الأجانب للمشاهدين قراءة متكررة بالفرنسية والثانيين وهكذا منعود نفس الروتين يومين نخصاء الأنجلي ويومين نخصاء الفرنسي وكذا قرارسك وليتي طيارة في الإنجليزية والفرنسية فقط في الممارسة يومية وفي قوة العادة وعند الصدمة على قوة العادة قوة العادة اللي كاتب جيمس كلير عادة درية درتها في هذا الفيديو هذا اللي طلع لكم هنا وتذكر ديما أن اللغة ديرة بحل رياضة كمال العسام كل ما ترينتي عضلة بسجان كل ما قويتها وعطيتها فور ما وعرة كل ما فردت فيها كل ما ضعفت كذلك اللغة كل ما عطيتها الوقت والجهد والتركيز كل ما اللي توعر فيها وكل ما عملتها وما تسوقتيش لها كل ما عطيتني بديلك فيها ودما كان thanks for watching and see you in the next video peace